تعلت الحقيقة وخلينا نبدأ بأخباره على طول حقق الأهلي فوز مهم جدا على بلاتنم بطل زنبابوي في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا المجموعة المشتعلة النهاردة كان فيها اللقائين الأهلي بفضل صنائية لوليد سليمان فاز على طبعا بلاتنم في اللقاء سجل الأول وليد من رقصية في الديئة التامنة وبعدين من ركل الجزاء في الديئة 69 علشان يرفع رصيد الشاطين الحمر للنقطة رقم 6 فوز الأهلي جعله يتساوى مع كل من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي برصيد 6 نقاط لكل فريق كل فريق يعني عنده الفرص أصبحت متساوية بعض الشيء لكن اللي ممكن يحسم الأمور مين عنده مطشاط على أرضه أسهل من المطشاط اللي بره أرضه الأهلي النهاردة حقق نقطة السادسة أداء يمكن ما يكونش يعني مقنع باللي شفناه في الفترة الأخيرة مع فيلر لكن طبعا فيه ظروف كتيرة ممكن تكون تدخلت في الأمور الفنية إصابات تغييرات الطرارية مع طبعا بعض الإجهاد أكيد لأنه اللعيبة المبارات متتالية الأهلي بيلعب محليا ثم أفريقيا زيه زي الزمالك والمصري وبيرميدز يمكن يكون الفرق اللي بتلعب بس في البطورة المحلية الأمور بالنسبة لها أسهل لكن الهلال السوداني كمان النهاردة صعب الأمور تحت قيادة المدير الفني كابتن حمادة صدقي مدير الفني القدير المصري القدير اللي غير شكل الهلال النهضة رغم أنه هو متوالي المسئولية من أيام قليلة جدا كبر فرص الهلال في التأهل من دور المجموعات بعد ما حقق الفوز على نجم السحلي التونسي فعقر داره واحد صفر بهدف أحرزه أطهر الطاهر في الديئة ستين والهلال رفع رصيده أيضا لست نقاط بالفوز في تاني لقاءاته في المجموعة أو يعني من ثلاث لقاءات حقق فوزين وبالتالي الفرص أصبحت شبه متساوية ما بين الأهلي والنجم السحلي وطبعا الهلال السوداني بلاتن يمكن يكون أمور خاصة حسمت بالنسبة له برق قصة تماما البطاقتين هيكونوا ما بين الثلاث فرق بنتمنى إن شاء الله يكون الأهلي وطبعا الهلال السوداني باعتبار أنه كابتن حمادة صدقي هو المدير الفني هناك كابتن حمادة كان لي تصريحات مهمة جدا بعد المباراة في مؤتمر صحفي اتكلم فيه عن بعض النقاط المهمة تعالوا نشوف نص كلام كابتن حمادة صدقي بعد فوز مهم وتاريخي للهلال السوداني هو الفوز الأول الأندية السودانية على الملاعب التونسية